حياك الله خدم الزهرة ولا الصوت بعيد حياك الله السيد بخير صلى على محمد وآل محمد أمين أمين أنا موالي من مصر أنا موالي من مصر وابنتي اسمها فاطمة أيو الله الله يبارك بيك وإنما من عندك وخدمتكاني أنت خادم للزهراء بسمي نفسك خادم الزهراء نعم أنت خادم الزهراء يا الله ماذا استفادت الأمة من القول بعصمة الزهراء صلام الله عليها لأن أبناء العامة يسألوننا في مصر بيقولوا عندكم الكتب الأربعة الكافة والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه فيها أكثر من 44 ألف رواية ولا رواية عن السيدة فاطمة فليش نقول بعصمتها ولا عشان فدك وخلاص يعني بعصمتها عشان قطعة أرض يعني لم يروى لها أحاديث كيف نرد على أبناء العامة يا خادم الزهراء الله يا أخي العزيز خلاص ملاش السؤال ده ملاش ملاش السؤال ده لماذا نلتم على الزهراء حينما كسراد العوها وأسكت جنينها تحفظ هذه اللطنية؟ أنا أحفظها شيخ عبد الهامد المهاجر كان يقولها وبائس القربلاء كان يقولها عرفها؟ شنو البدائي مالتها؟ ما سينا ذكرني بها يا ماما الزهراء التي قسروا دلعها وأسكت جنينها وعصروها بين الباب والحائد الله عليها في حياتها وبعد مماتها أرواحنا لها الفداء لماذا الإمام عليه سلام الله عليه لم يلتم على الزهراء أو يتبر على الزهراء؟ لماذا لم يفعل الذي نفعله الآن؟ هل كان لا يحب السيدة الزهراء؟ مالله في السلام عليها حزين على الزهراء بعد وفاتها 25 عام له شهادتي وهو حزين الخمسة وعشرين سنة اللي كان حزين عليه والإمام علي هلطم على الزهراء؟ كسر دلع على الزهراء؟ عمل جلسات واسترحات ووزع الطعام والشراب وقعد يأكل وحزين زي ما احنا بنعمل في قربلاء؟ بنأكل وحزنين على الإمام الحسين وأدسان داوتشي كمان؟ ليش؟ حزين على الإمام الحسين؟ عنده كوكاكولة؟ ليش؟ حزين على الإمام الحسين؟ فإحنا اللي احنا بنعمله في قربلاء ده الآن الإمام علي عمل سوافي سيدة زهراء سلام الله علي؟ الإمام علي أي بعض ربايا تذكير من أنه كان يخرج يضع رأسه في البيئر وينحب ويبكي على السيدة زهراء للسلام الإمام علي بيتطلع رأسه في البيئر وبيبكي على السيدة زهراء؟ يعني على ظلامة السيدة زهراء أكيد عايز يملي البئر مية صح؟ أسألها واحد عايز يبكي por la cima هبكي في الشارع هبكي في المسجد البئر بالذات احط رأسي في البئر كده يبقى اكيد هذي هي معجزة والبئر كان يمتلئ بدموع الامام علي صلى الله عليه صح؟ اللهم صلي على محمد صحيح طبعا اكيد صحيح لا عليك صحيح انت شارب ايه بس نعم نعم طب ايه الامام علي طب ايه من اول من ضرب بالسيف على رأسي حزنا على الامام الحسين انت بتطبر؟ انا لا بالنسبة لي ما اطبر بس لكنها اكوي يعني ادنا بالنسبة بالعراق هو يعني التدبير بدعة؟ انت ترى يا شيخ التدبير بدعة؟ طي لا مو بدعة لكن اه مو بدعة هو يسايا النبي علماء يعني علماءنا علماء الشياء توقفة بهاي المسألة يعني لا ما اجازة يعني حرمة التطبير لا اجازة فليتة يعني بقى يعني سيبنا علماء مدلعينة بقى لا مش هنقولك حراء ومش هنقولك حلال اعملوا اللي انت عايزين الله العزيم يا جدع يعني ذو العلماء يعني الامام غاي والعلماء مش عايزين يدون الفتوى الصح سيبنا كده لا 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 اقولك هذه يسمونها بالشعائر الحسينية لا سيستاني انقر هذه الشعائر والشرازية يفعلون هذه الشعائر والصدرية يفعلون هذه الشعائر خادم خادم الزهرة انت اسمك ايه انت اسمك ايه انا اسمي محمد محمد ايش محمد رضا انت محمد رضا الشرازي انا لا لا طب انت محمد رضا السستاني ابن السادي السستاني اللي في النجا نعم نعم انت ابن السادي السستاني لا اه يعني اه لا لا انا مو ابنها بس انا اسمي محمد رضا طيب يا محمد رضا وأنا اسمي أمامك إيش الآن حياك الله صلى على محمد وأهل محمد والله يا محمد رضا أنا بعد البحث الشديد وجدت أن الحق مع أهل السنة والجماعة فهم أهل القرآن وأهل الصلاة وأهل الثياب البيضاء الجميلة هم أهل الصلاح أهل التقوى لا أهل لطم ولا تطبير ولا نياحة ولا شرك ولا متعة هم أهل التوحيد وأنا بعد البحث الدقيق وجدت ذلك وهذا بأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وفتحت القرآن الكريم يا محمد لم أجد في القرآن الكريم لا إمامة ولا عصمة ولا رجعة ولا طقية ولا خمس ولم أجد أي شيء من ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى فنصيحتي لك يا محمد قاعد التفكير فإني والله لك ناصح أمين الحق مع أهل السنة شكرا لك يا محمد رضا صوتك راح صوتك راح لا 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 ارفع صوتك أيوة محمد رضا أيوة فنصيحة لك تقعيد البحث مرة أخرى مستعد إن شاء الله انت أخر عزيز إن شاء الله إن شاء الله على تواصل محمد رضا أنا اسمي على اليوتيوب رامي عيسى سكر معي الآن وكتب رامي عيسى على اليوتيوب وأتمنى تتابع فيديوهاتي شكرا لك يا محمد رضا ولو حبيت تواصل معي تواصل معي هنا أو ستجد رقمي في كل فيديو لي اسمك شنو رامي رامي عيسى شكرا إن شاء الله نبقى تواصل وكتب امتكاني وأنا مستبشر بيخير أنا مستبشر بيخير إن شاء الله بإذنها تكون خادم للإسلام بإذن الله ولا استخادم الزر شكرا لك يا محمد الله يشرا أشكرك شكرا شكرا جزيلا شكرا يا حبيب عايشين في وهم أي والله عايشين في وهم بيسعبوا على الواحد والله شفت خدته يمين يمين شمال لطمية وتأثر معايا أنت تديله يفوق شوي أخذه في غيبوما تانية على كسر الدلع ويغيب معايا تاني عايشين في وهم والله اللهم هدي عبدك محمد ردة وخوز بيده إلى نور التوحيد أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة